من تحقيق أحد أهدافها بسقوط الرئيس علي عبدالله صالح وبعيد ذلك وحتى اليوم شهد اليمن عدة محطات من أبرزها انتخاب الرئيس عبدالربو منصور هادي رئيساً انتقالياً لمدة عامين وكذلك جلسات الحوار الوطني التي شهدت شاركة كافة أطياف المجتمع اليمني المزيد في هذا التقرير لهيتم أبو صالح كما في تونس ومصر كانت تنديد بالبطالة والفساد الحكومي من أبرز دوافع خروج الشعب اليمني في ثورته التي انطلقت شرارتها من جامعة صنعاء في الخامس عشر من كانون الثاني يناير عام 2011 لكن البداية الفعلية كما يقول اليمنيون كانت في الحادي عشر من فبراير شباط في تظاهرة يوم الغضب التي استبقها الرئيس السابق علي عبدالله صالح في الثاني من فبراير شباط بتقديم تنازلات كبيرة للمعارضة أمام البرلمان في جلسة استثنائية لكن الاحتجاجات تواصلت لتتوالى من جمعة إلى أخرى تحت مسميات مختلفة منها اللاعودة وجمعة الإنذار من أبرز أحداث الثورة اليمنية انفرط عقد التحالف الذي كان يربط الرئيس صالح برفيق دربه وسلاحه لواء الركن علي محسن صالح الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع ولدى معظم القبائل عقب أحداث جمعة الكرامة وذلك في الثامن عشر من أذار مارس من عام 2011 بعدها بأيام في الحادي والعشرين انضمت قبيلة حاشد بزعامة الشيخ صادق الأحمر والتي ينتمي لها الرئيس للثوار بعد أسابيع من مظاهرات مناهضة للنظام شهد مطلع شهر أبريل نيسان توجيه وزراء مجلس التعاون الخليجي دعوة للرئيس اليمني ومعارضيه لإقامة حوار بالمملكة العربية السعودية الثالث من حزيران يونيو من نفس العام شهد محاولة اغتيال صالح داخل مسجد دار الرئاسة بحيء السبعين بجنوب صنعاء وقامت السعودية بعلاج صالح والمسؤولين الآخرين الذين أصيبوا معه ظلت دعوة مجلس التعاون بتفاصيلها قيد التداول والنقاش وأخذ ورد حتى أواخر نوفمبر تشرين الثاني عام 2011 حين وقع صالح عليها بعد وضع آلية تنفيذها ومن أبرز ما تنص عليه تفويت سلطات صالح إلى نائبه الفريق عبدرب منصور هادي عام 2012 وفي الحادي والعشرين من شباط فبراير توجه اليمنيون إلى صندوق الاقتراع للتصويت لهادي كزعيم جديد للبلاد خلفا لصالح ليتم بعدها بستة أيام تسليم صالح عالم البلاد لهادي كرمز لانتقال السلطات من أبرز أحداث العام 2013 جلسات الحوار الوطني الذي بدأ في الثامن عشر من آذار مارس وانتهى في الحادي والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2014 ونص على تمديد الفترة الرئاسية لهذه ومن أبرز ما شاهده اليمن بعد لطاحة بصالح إقرار تحويل اليمن إلى دولة اتحادية من ستة أقاليم